حثت وزارة الخارجية الصينية جارتها الفلبين على تجنب إثارة الاترابات وعدم القيام بالاستفزازات في البحر وتوقف عن القيام بتحركات خطيرة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن سفينتين مدنيتين وسفينتين تابعتين لخفر السواحل الفلبيني تسللت إلى مياه سكونت توماس شول في جزيرة نانشا الصينية يوم أمس دون إذن من الصين وأوضح المتحدث الصيني أن الفلبين أوقفت سفينتها الحربية بشكل غير قانوني في رياني جياؤ وهي جزء من جزر نانشا الصينية واصفا الأمر بأنه انتهاك لسيادة الصين الإقليمية